الطفلة العراقية سبأ أو موناليزة الموصل تطل على العالم مجددا بعد نحو سنتين ونصف على صورة خاطفة لها في زحمة الحرب والمعاناة كانت كفيلة بتحويلها إلى أيقونة لحال أطفال العراق وسط رحى الحرب المدمرة أول شيء نحن وقت طلعنا ورحنا على الكوار وجاء المصور قصى لصورة ورحنا على حمام علي ورحنا على الخازر وجاء أخويا قال لي صورتش طال عبشة حين مات المساعدات والله إحنا من تلقينا هذا الخبر مال السبع أنه صورتها صارت بالمتاحة العالمية والهذه وصراحة فرحنا بهذا الشيء وهي من طلعت مني أنا وعني كانت ملامح وجهة معبرة عن الفرح وهي فرحانة وبين حزن وخوف وجوع وهي سبع تعرفت نموذج من آلاف الأطفال اللي كانوا يعانون من هذا الأشيء والد سبع يروي اللحظات الأخيرة لخروجهم من منطقتهم كاشفا عن لحظات عصيبة لهذا الخروج فيما كانت المعارك في أوج شدتها تركت المدنيين يتساقطون قتل وجرح لا يلتفت إليهم أحد مشينا ساعة النوب جوه المطر مطر وبرد والأطفال وهي أنا هذا الشيء الطفلين هذا الشيء الطفل تعرف أنت كل أطفال ما قررت تبشي ولقع كلها طين وحل يعني مطار والوديان تجري على ما نعبرهم المي على ما هذا من منطقة إلى أخرى تنقلت عائلة الطفلة سبع في فترة ما بعد سيطرة القوات الحكومية والميليشيات على محافظة نينواء ورافق هذا التنقل متاعب كثيرة حملتها العائلة كغيرها من العائلات النازحة دون أن تصل إلى استقرار نهائي في المدى المنظور وجه الطفلة سبأ ذاته بملامحه القديمة يحكي مأساة لا تزال مستمرة وزيادة فيها صدمة ما بعد الحرب التي رسمت طريقا معبدا بالشوك للأجيال العراقية القادمة